فقراتنا التالية مشاهدين مقال اليوم ضيف فيها الدكتور محمود العجرمي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني حول مقاله حكومة نتنياهو بين حم التكوين وأعراض الانهيار بعيدة حين يتناول فيه الدكتور العجرمي كيف أن نتنياهو انتهى من الفترة المحددة له لتشكيل الحكومة ومع ذلك مدد له لعشرة أيام أخرى لصعوبة المطالب التي تقدمت بها الكتال اليمينية المتطرفة وقدرته على تقديم تنازلات بهذا الإطار الدكتور محمود العجرمي معنا عبر الهاتف أهلا بك معنا دكتور محمود دكتور لماذا لم يشفع لنتنياهو حصوله على الغالبية داخل الكنيسة لتشكيل مريح سريع لحكومته والاضطرار لطلب مهلة أسبوعين ورئيس دولة الاحتلال يتسحق هيرتزغ أعطاه فقط عشرة أيام الكل توقع أنه سينجز مهمة تشكيل الحكومة سريعا لماذا لم ينجزها رغم أنه صاحب الأغلبية في الكنيسة؟ هذا لأنه وإتلافه اليميني المتطرف يذهب بعيدا يوغل باتجاه التطرف حتى الفاشية وهذا ينعكس اليوم على التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بغض النظر أنه أنجز 64 عضوا من الكنيسة من الـ 120 وهذه أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة إلا أنه موضوعيا اليوم وهذا غير مسبوق في الكيان الصهيوني أن هناك انقساما عموديا وأفقيا في الكيان هناك معارضة شديدة تماما من كل التجمع الصهيوني على جبهة المعارضة وهذا يعطل نسبيا تشكيل الحكومة في الوقت المحدد ولكن وفي نفس الوقت نتنياهو لا يملك خيارات كثيرة أي أن نتنياهو الفخ الذي نصبه لهؤلاء الحلفاء لكي يكونوا معه هروبا من التهم الموجه إليه وقعه وفيه نتنياهو لا خيار أمامه إلا جانبين الجانب الأول إما الذهاب إلى انتخابات أخرى سادسة وهذا لا يخشاه التجمع أو الأحزاب والقصائل اليمينية المتطرفة الدينية والفاشية لأن المجتمع داخل الكيان يذهب بعيدا باتجاه اليمين وهو بالتالي يضمن النتائج في أي انتخابات قادمة ولكن نتنياهو لا يضمن شيء نعم خياره الآخر هو الذهاب للمحكمة والتهم الموجهة إليه وأسرته وهذا واضح أن نتنياهو مستعد لبيع كل شيء على أن لا يذهب إليه نعم دكتور محمود لو أردنا إجمال أبرز التحديات يعني رغم أن طينة اليمينية المتطرفة هي ذات طينة بن يمين نتنياهو إلى أن هناك تحديات كبرى فيما بينه وبين هؤلاء زعماء اليمينية الدينية المتطرفة أبرز التحديات أبرز الموانع التي تحول دون اتفاقهم فيما بينهم لتشكيل هذه الحكومة يعني دعني أقول هنا أن نتنياهو يعتقد بأنه حاذق ومتلاعب ومناور ولكن لا أفق أمامه أنا أعتقد أن التناقضات اليوم هي ليست بين نتنياهو والحريديين المتطرفين في الائتلاف الذي سيشكل الحكومة المرتقبة التحديات التي أمام نتنياهو هي ليست في تشكيل الحكومة من الزاوية الفنية إنها بعد أن يشكل الحكومة كيف يمكن له أن يواجه تحديات من نفس الائتلاف الحاكم أمام انصرافهم نحو مصالحهم والناخبين الذين انتخبوهم ومطالبهم بالذهاب يمينا نحو حكومة دينية أصولية كاملة هذا تحدي له في الأداء وليس في التشكيل إلى جانب تحدي آخر له علاقة بالمعسكر المعارض الآخر وهو معسكر واضحة تعاليمه أو يعني دعني أقول هنا ملامحه بمعنى أن هناك إعلانا من أكثر من خمسين بلدية داخل فلسطين المحتلة أعلنت أنها ستتمرد على كل ما يقرره هذا الاتلاف الجيش نفسه منقسم وهو البقرة المقدسة لهذا الاحتلال أيضا الشرطة التي ستتبع الآن لبنغفير أيضا حرس الحدود أو البشمارك بول هؤلاء متابعون للجيش اليوم سيكونون خارج هذا الجيش وكذلك هناك ميليشيات يبدأ تشكيلها هي تبدو نظامية من الخارج ولكنها ستعمل بعيدا عن وزير الجيش هذه من المشكلات الحقيقية التي ستواجه صحيح ما ذكرتم أن المعسكر الآخر في جله هو ثوراتي يميني ومتدين أيضا في أفكاره وأدائه ولكن هنا الصراع من طبيعة أخرى نتنياهو سيواجه مشكلات مع أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يصنفهم بين جفير وسموتريتش ودرعي وهتراء إلى آخر يعني كل الأحزاب نعم وبقية الأحزاب الصهيونية المتطرفة يصفونهم تسمية بأنهم إرهابيون هناك أكثر من مليون وربع هواق فلسطيني من المنزرعين في أرضهم يعتبرون إرهابيون هذا كله سوف ينفجر وأنا هنا لم أتحدث عن الضفة الفلسطينية المحتلة والانفجارات القادمة كذلك نتنياهو سيواجه معارضات حقيقية أمام إحراجات أوروبا الحليف وكذلك الولايات المتحدة وتصريحاتهم أبحث واضحة أعتقد أن نتنياهو في مأزق كبير وحكومته أيضا وكل هذا الكيان في مأزق وجود حقيقي نعم إلى 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 أي مدى هذا المأزق لنتنياهو نابع من المصالح الشخصية المصالح الذاتية الأنانية بمعنى آخر أن نتنياهو لديه الاستعداد الكامل للتضحية بوحدة الكيان إن جاز لنا الوصف لقاء تشكيل حكومة وإن كانت مهشمة وإن كانت بنظام القصص واللسق ليس أكثر إلى أي مدى الطموح الشخصي لنتنياهو يمكن أن يفجر الكيان من الداخل هذا أعتقد من العنوين الرئيسة التي سوف تواجه نتنياهو هو اليوم يخالف حتى القوانين الأساسية لدولة الاحتلال هو يدمر بنية النظام السياسي بنية النظام المجتمعي الصهيوني والاستيطاني وكذلك مؤسسات هذا الكيان هو يذهب بعيداً في تدمير كل ذلك مجتمعياً مؤسسياً ونظاماً هو على سبيل المثال حين يجري عزل رئيس الكنيسة الحالي ووفق القانون يجب أن يستمر حتى تقدم الحكومة تشكيلاتها ويجري التصويت بوجود رئيس الكنيسة الذي تم عزله إلى جانب أنه أصدر عدد من مشاريع القرارات على سبيل المثال ما يسميه الإعلام الصهيوني مشروع قانون ابن ذفير قانون درعي قانون سموتريتش وهذه كلها تجاوز للقوانين الراهنة هو يريد أن يعين وقد نجح في خطواته الأولى يريد أن يعين درعي الذي عليه جريمتين جنائيتين وهذا غير مسموح به في أن يكون وزيراً هو تجاوز ذلك إلى جانب سموتريتش عليه قضايا كثيرة وممنوع أن يكون وكذلك القضاء بمعنى هو يريد أن يلتف أيضاً على القوانين القضائية بحيث أن القضاء لا يحق له وممنوع من التدخل في إلغاء عدد من القوانين التي قد يصدرها الكنيسة والتي تتناقض مع القانون الأساسي هو بهذا يدمر كل بناء هذا الكيان ويبدو أن هذا الكيان يعيش اليوم أزمة المشروع الصهيوني نفسه كيان متطرف هو متطرف منذ البدايات ودموي منذ عام 48 وقبل ذلك وماك أكثر من 115 مجزرة جرت حين تأسس هذا الكيان غير الشرق نعم دكتور محمود ماذا يعني عملياً على الأرض ذهاب الكيان الإسرائيلي في حال فشل نتنياهو في تشكيل اتلافه الحكومي أو شكله ومن ثم تفجر هذا الاتلاف مستقبلاً نتيجة عدم الانسجام والشروط التي وضعها كل تيار ديني متطرف داخل الحكومة ماذا يعني ذهاب دولة الاحتلال إلى انتخابات سادسة للكنيسة هذا وبكل تقييمات المراقبين لنشأة وتطور وبين قوسين ارتقاء هذا الكيان هذا الكيان يعيش دورة يعني ولادة تطور ثم القمة ثم يبدأ بالديكلين يبدأ بالسقوط هذه هي الحقيقة هذا الكيان ذاهب إلى هذه النتائج وكما ذكرت أننا أمام أجمة وجود هذا الكيان وكيف تشكل وهذا يذكر بما جرى للاحتلال الأمريكي في بيتنام حين وصل إلى خواتمه عام خمس سبعين وكذلك في الجزائر حين سقط الاحتلال الفرنسي عام اثنين وستين وفي جنوب إفريقيا عام عام 1994 هذا الكيان ذاهب إلى انتجار داخلي وهو بدأ فعليا اليوم بهذا المأزق الذي يواجه نتنياهو العبد التنازلي لوجوده المادي على الأرض الوطنية الفلسطينية المحتلة نعم كل الشكر لوجودك معنا دكتور محمود العجرمي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من غزة لنقاش مقالك حكومة نتنياهو بين حم التكوين وأعراض الانهيار بعيدة حين كل الشكر لوجودك معنا دكتور محمود